بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه يسأل سائل ويقول ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم فأقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن هذا السؤال سئل فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال صلى الله عليه وسلم عليك أن تصوم شهرين متتابعين فقال الصحابي لسيدنا رسول الله لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين فقال صلى الله عليه وسلم إذن عليك أن تطعم ستين مسكينا فقال الصحابي لا أستطيع يا رسول الله ولا أجد ما أطعم به فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحدى حجرات زوجاته وجاء بعرق فيه تم فقال للرجل خذ هذا وتصدق به فقال الرجل يا رسول الله لن تجد في المدينة من هو أحوج إليه مني ومن أهل بيتي فضحك صلى الله عليه وسلم وقال للرجل أطعمه أهلك هذا إن دل فإنما يدل على يسر الدين الإسلامي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا إذن نقول لمن جامع زوجته في نهار رمضان عليك أن تصوم شهرين متتابعين هذه كفارة خلاف اليوم الذي أفطرت فيه إذن تصوم يوما بدل اليوم قضاء وكفارة تصوم شهرين متتابعين من الأشهر الهجرية فإن لم تستطع فعليك أن تطعم ستين مسكينا من غالب قوتي أهل البلد هذا هو المفتى به في مصر وفي دار الإفتاء المصرية نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين وصلى الله على سيدنا محمد بدءا وختاما ترجمة نانسي قنقر